السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل مدرسة على الهواء إن شاء الله النهاردة هتكون دي الحلقة التالتة من مادة الرسم الفني وإحنا اتكلمنا في الحلقة الأولى بحول الله عن أساسيات الرسم الفني وعرفنا من خلالها إزاي بنستنتج المسقط الثالث بكل سهولة وكل يسر وبنتعامل مع لوحة الرسم إزاي وعرفنا من خلالها أنواع القطاعات وإزاي بنبتدي نعمل عملية التهشير وقواعد خطوط التهشير في الحلقة الثانية خدنا دعمنا مضوع الحلقة الأولى وخدنا تمارين على استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع وعرفنا من خلالها أيضا على بعض التمارين من واقع الكتاب المدرسي اللي تخصصنا عرفنا أيضا بعض التمارين اللي من خلالها استنتجنا المسقط الثالث وأيضا عملنا عملية قطاع إن شاء الله النهاردة في حلقتنا هو استكمالا للحلقة الثانية أيضا وهي مجموعة من التمارين على استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع ومن خلالها بنبتدي ندعم فكرة الأساسيات ومن خلال الحلقة دي يكون معظم أبنائنا الأعزاء عرفوا إزاي يستنتجه المسقط الثالث بكل سهولة وبكل يسر وعرفوا أيضا عمليات القطاع المختلفة لأن في حلقتنا النهاردة هيكون فيه نوع آخر من القطاعات وهو القطاع المتدرج أو ما يطلق عليه قطاع ليس على استقامة واحدة ده في موضوع حلقتنا وإن شاء الله إن تبقى وقت من حلقتنا هناخد جزء من الرسم التبريدي أو من خلاله رسم الرموز والمصطلحات التبريدية ومن خلالها هنعرف بعض الدوائر التبريدية أو تكوين بعض الدوائر التبريدية متدرجة في الصعوبة لأجهزة التبريد وتكيف الهواء وهنبتدي حلقتنا في تمرين من واقع الكتاب المدرسي وهو تمرين على استنتاج المسقط الثالث تعالوا مع بعض نشوف التمرين كده بيقول إيه تمرين على استنتاج المسقط الثالث وزي ما احنا شوفنا التمرين ده من واقع الكتاب المدرسي رقم اتنين في الكتاب المدرسي وطالب مني ايه بيقولي هنا ده التمرين أو الشكل يوضح المسقطين المسقط الرأسي زي ما احنا شايفين والمسقط الأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمقياس رسم واحد إلى واحد وطبعا احنا قلنا لأبناءنا الطلاب لازم نخلي بلنا وبنعدها مرارا وتكرارا من مقياس الرسم لأن قلنا مقياس الرسم واحد إلى واحد اللي من خلاله بنرسم القطعة الميكانيكية أو المساقط السلاسل القطعة الميكانيكية الموجودة أمامنا بنفس الأبعاد اللي مكتوبها عندي على الرسم ربما لو لقينا مقياس رسم اتنين إلى واحد يبقى بتختلف وربما إن لقينا واحد إلى اتنين أيضا بتختلف يبقى لازم نخلي بلنا من مقياس الرسم زي ما احنا قلناه في الحلقات السابقة طيب هنا مقياس رسم واحد إلى واحد يبقى نفس الرسم اللي بيكون موجودة عندي أو نفس المساقط ونفس الأبعاد هنرسمها على لوحة الرسم وهننفذ طيب قبل ما نيجي نعمل نحدد هنا أو قبل ما نيجي نجيب المساقط الجانبي أو نستنتج المساقط الجانبي تعالوا نحلل الرسم اللي بيكون موجودة عندنا هنا طيب أما نيجي نبص هنا هنقول يا مستر ده المساقط الأفقي واللي بيليه أو فوقه على طول بيبقى المساقط الرأسي وزي ما اتفقنا وقلنا إن المساقط الرأسي بيبقى موجود بصفة أساسية داخل الرسمة واللي بيختلف عندنا ممكن يديني المساقط الأفقي وطالب مني الجانبي وممكن يديني المسكة الجانبي ويطلب مني ايه الافقي طيب تعالوا نشوف او نحلل الرسمة اللي عندي علشان نعرف شكلها واضح ازاي في الحي ادي شكل الايزومتريك او المنظور الهندسي وطبعا طلبنا الاعزاء مش معنيين او مش مطالبين ايضا برسم المنظور الهندسي ولكن هو كوسيلة توضيحية بيتم من خلالها معرفة جميع الاجزاء القطعة الميكانيكية في الحي او شكلها عامل ازاي في الحي طيب نبتدي هنا بالمسكة الافق اللي هو موجودة عندي وادا الاستوانة الكبيرة اللي هي بالشكل الموجود امامي اللي هي موجودة عندي على الايزومتريك هنا باللون الاصمر دي الاستوانة الكبيرة ننتاكل من الاستوانة الكبيرة الى الاستوانة رقم اتنين اللي هي موجودة عندي ايضا اللي هي 5 بتاعتها او الكتر بتاعة 36 وموجودة ايضا باللون الاصفر طيب الاستوانتين ده الموجودين فين في كل من المسكة الرأسي طب هنطلع نقول يا مستر ما احنا قلنا القعدة بغض النظر عن سواء كان الايزومتريك موجود او لا ان الاستوانة او مساقط الاستوانة بتظهر دائرة في مسقط واحد فقط وتظهر مستطيل في المسقطين الاخرين طب تعالوا نشوف هنا كده هي ظهرة هنا الاستوانة ظهرة لي هنا دائرة طب ان ماجه بص من المسقط الرأسي انا شايفة ايه شايفة استوانة او شايفة عفوا مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود امامي كده طب تعالوا نشوف على الايزومتريك اهم موجودة في المسقط الافقي استوانة دائرة وموجودة هنا ايه مستطيل زي ما احنا شايفين طب ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين نفس القاعدة اللي هي تنطبق على الاستوانة رقم واحد وطبعا احنا قلنا الاستوانة رقم واحد الفاي القطر بتاعها ستين يبقى اذا انا ما نيجي نرسمها هنفتح نص القطر اللي هو ايه تلاتين وهنا الاستوانة رقم اتنين الفاي ستة وتلاتين يبقى نفتح نصف القطر كام تمنتاشر وطبعا بنوه لابنائنا الطلبة والطالبات بنقول لهم للمرة العشرة ان لازم نخلي بالنا من وضع الابعاد يعني اذا اعطي في الرسمة او القطع الميكانيكية اللي موجودة عندي فاي معناها ان احنا بنفتح البرجة لنصف القيمة اللي موجودة امامي ولكن اذا اعطي في القطع الميكانيكية او في المسكت الار يتعني نصف القطر ونصف القطر بفتح القيمة اللي موجودة امام الار طب في حاجة تاني بتوضح لنا هنقول اه في حاجة تاني بتوضح لنا برفع عليكم اللي هي ايه السهم اللي موجود عندي من ماسك الاسطوانة من ايه من الاول للاخر لو احنا جينا نبص على السهم اللي مكتوب عليه الفاي سيتين ده هل السهم ده موجود عند السنتر أو عند المنتصف فقط هنقول لا ده هو موجود من أول الاستوانة لآخرها وهذا يعني أن ده كطر الاستوانة وليس نصف القطر أيضا نفس النظام من يجي نبص هنا هنلاقي هنا مكتوب هنا الاي الفاي ستة وتلاتين وده بيقني أن القطر كله ستة وتلاتين لإن السهم جاي من أول الاستوانة لآخرها تب تعال على النقيد نطلع فوق كده ونشوف أهو الداني مثالين عكس بعضهم عشان يوضح لي الفكر الأساسي لو احنا جينا نبص هنا دي مديني للإستوانة رقم 2 اللي هي فوق هنا فاي 20 وهذا يعني أننا بفتح البرجة العشرين يعني بفتح عشرة وفي نفس الوقت أيضا هنلاقي السهم بادئ من أول الإستوانة إلى فين إلى آخرة ولكن ننتقل إلى الإستوانة أو الجزء المنحاني اللي هو موجود عندي ده مديني نصف دائرة كام هنلاقي مكتوب R18 طب تعالوا نبص على السهم كده هنلاقي السهم مكتوب لي فين من أول السنتر أو المنتصف لحد محيط أو الخط الظاهر بتاع الإستوانة اللي هي المنحانية للشكل اللي موجوده عماما أو نص الدعيد دي الفرق الأساسي اللي بين نصف القطر وبين القطر عشان ما نيجي نرسم نبقى عارفين احنا بنرسم ازاي طب دول الإستوانتين الإستوانة الكبيرة دائرة جات لي هنا مستطيل دي الإستوانة الكبيرة دائرة وجات لي هنا مستطيل في الرأسي طب الإستوانة رقم اتنين هنقول أيضا يا مستر جات دائرة أو ظهرت دائرة في المستوى أو المسكت الأفقي وظهرت لي هنا مستطيل بس مستطيل شورة أو مستطيل نقط ليه هنقول مع بعض ليه لأن الإستوانة الداخلية بتكون غير ظاهرة وبالتالي أنا بعبر عن إن في موجودة عندي إستوانة في المسكت الرأسي ولكن أنا مش شايفها أنا شايف الإستوانة الخارجية اللي هي موجودة أمامي هنا ولكن الإستوانة الداخلية اللي هي بالشكل دا مش هتبقى بين عندي وبالتالي عملت مكانها نقط بتعني إن إيه في إستوانة وأيضا زهرت مستطيل أو على حسب ارتفاعها طيب ننتقل إلى الجزء الأزرق اللي هو موجود عندي دا واللي هو شبيه بالحدوة الجزء الأزرق دا طبعا أما نيجي نبصه من المسكت الأفقي هنلاقي شكل حرف اليو المقلوبة كده زي ما إحنا شايفين اللي هي موجودة عندي هنا كده في المسكت اليو وده ينطبق على الإستوانة أيضا يعني يعتبر شكله شكل الإستوانة أيضا وبالتالي أنا شفت تشكيلته الأساسية في المستوى الأفقي زي ما إحنا شايفين على شكل الحدوة طب تعالوا نبص من المسكت الرأسي هنشوفه إيه أنا بصص من الرأسها فهنشوفه أيضا مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود أمامي هنا يبقى معنى كده أن دي ينطبق أو تنطبق القاعدة مثلها مثل الإستوانة لأن هي عبارة عن نصف إستوانة ومكملينها وبالتالي هنا هتلاقي نفس القاعدة اللي بتسري على الإستوانة بتسري على الشكل المستطيل اللي هو مفرغ من الداخل على الشكل المنحني زي ما إحنا شايفين طب تعالوا ننتقل أيضا إلى الشكل المنحني الآخر اللي هو داخل الجسم اللي بيكون موجود عندي طيب هو كاتبه لي كام يا شباب هنقول هنا وكاتب لي يا مستر الفاي بتاعته 18 وحنا اتفقنا بقى وقلنا الفاي بتاعة الجزء الكبير اللي هو المنبرة اللي هنا ده هنلاقي الفاي عندي كام 40 يبقى بنفتح البرجة العشرين وهنا الفاي 18 يبقى نفتح البرجة التسعة زي ما إحنا عارفين عشان ناخد الجزء ده وزي ما إحنا شايفين أنا باصس من فوق فأنا شايفه الشكله واضح أمامي على المنظور ولو نابلهم مختلف عشان يبقى واضح كل جزء عندي يبقى واضح بالنسبة لأبناءنا الطلاب عشان يبقوا عارفين إزاي يميزوا بين أجزاء الكطع الميكانيكية المختلفة طيب يبقى هنا ظهرت لي هنا أيضا زي ما إحنا شفنا استوانة أو نصف استوانة ظهر لي هنا مستطيل بس ظهر لي مستطيل من جهة واحدة ولكن من الجهة الأخرى هو متساوي مع نهاية الاستوانة أو نصف الدائرة الكبيرة اللي هي الشكل الكبير اللي عندي وبالتالي هنا يبقى هو موجود عندي نقط من نهاية من هنا كده هشوف نقط ولكن من النهاية هشوف الخط المستقيم العادي اللي عندي لأنها بتنطبق عليه أو وقع على خط المحور الخاص به طيب نشوف كده من هنا انا باصص من هنا كده فانا هشوف الاستوانة اللي بيكون موجودة عندي هنا انا باصص منها فمش هشوفها هشوفها ايه مستطيل زي ما احنا شايفين عندي بالشكل اللي موجود امام طيب ننتقل الى الجزء الاخر وهو الجزء المنحني ولكن هو في نهاية الايه في نهاية القطع الميكانيكية اللي هم شايفين جده ولو احنا جينا نبص هنا من المسقط الافقي هنقول يا مصدر ان ده عبارة عن جزء شبيه بالافيز والجزء ده مفتوح خالص زي ما احنا شايفين يعني الاستوانة مقطوعة من هنا بغض النظر عن وجود المنظور او لا هنا هنلاقي الجزء ده مفتوح عندي بالشكل اللي موجود امامي وبالتالي القطع او مجا امشي هنا كده هلاقي كل ده فراغ لحد الاستوانة رقم اتنينة والاستوانة الصغرى اللي احنا قلناها دهين يبقى كل ده فراغ طب تعالوا نبصوا من هنا كده انا باصص من المستوى الافقي شوفوا الجزء ده مفتوح عندي خالصة هون طيب ايه اللي بيجيب لي كل الابعاد الاساسية على الرسم ولكن بتحتاج زكاء مني وبتحتاج عملية استنباط مني ان انا اطلع الابعاد النقصة اللي عندي علشان اقدر اكمل الرسمة بطريقة صحيحة طيب يبقى هنا قلنا الفراغ اللي هو موجود عشرة هنا كده طب المسقط والافقي يعتبر كمرأة من خلالها بيم تحديد كل جزء او التفاصيل الاساسية اللي موجودة في القطعة الميكانيكية فبصص من فوق ادي قطعة ودي قطعها يبقى ايزا ده في منها اتنين لما نجي نرسمها في الحقيقة عشان هيكون موجودة عندي في المسقط الجانب برضو هيبقى موجودة عندي اتنين بيتبقى عندنا الاعصاب اللي بيكون موجودة عندي او العصابين اللي هم موجودين عندي ادي العصاب الاولاني اللي هو موجود باللون البني ده وهو ماسك الاستوانة الكبيرة مع الحدوة او القطعة الميكانيكية اللي هي في نهاية الاستوانة باللون الازرى ماسككم مع بعض هنا وماسك الاسطوانة اللي بتكون موجودة عندي طيب ننتقل هنا شوف تعال نشوفوا كده هنقول يا مصدر طب قاعدة العصب بتقول اي زي ما احنا قلنا قبل كده وعرفنا قبل كده ان قاعدة العصب لازم نخلي بالنا منها ليه هنقول يا مصدر ان العصب قاعدة العصب العصب بيظهر مساحة في مسقط واحد فقط وسمك فين وسمك في مسقطين وبناء على ذلك يبقى انا حددت هنا الايه حددت الاتنين يبقوا موجودين عندي خلاص يبقين في مسقطين طب هو حطيت العصب ليه داخل دائرة او داخل القطعة الميكانيكية لان العصب هو الجزء الاساسي من خلاله بيتم ماسك او بيتم تجميع الاجزاء الميكانيكية بتوع او بتاعة الايه القطعة الميكانيكية كاملة لان لو من خلال العصب يبقى انا مش هعرف اجمع الرسمة والرسمة زي ما بيقولوا مش هتمسك نفسها لذلك وجود العصب داخل القطعة الميكانيكية مهم جدا وهو في الرسمة بتاعتنا هنا مش مديني عصب واحد فقط ولكن مديني عصبين العصب الاولاني ماسك الاستوانة بشكل مسلوب من اسفل والعصب التاني ماسك ايضا الاستوانة الاولانية اللي هي الكبرى والاستوانة الاخرى من اعلى ونازل لحد ما يكتمع مع الايه نازل كده ونازل لحد ما يكتمع مع العصب اللي موجود من اسفل وبالتاني وجودهم مهم جدا داخل القطع الميكانيكية من خلالهم بيتم حزم وتجميع القطع الميكانيكية لان ده بيحافظ على العمر الافتراضي للقطعة وده انه ندل على شيء بيدل على اهمية الاعصاب اللي بيكون موجودة في اي قطعة ميكانيكية زي بنيجي نشبهه بالعمود اللي موجود في البيت عندنا له اهمية كبيرة جدا ان البيت بيتحمل عليه وبيرتكز عليه ومن غيره بتكون القطعة الميكانيكية مهلهلة او مفككة طيب تعالوا كده نشوف ازاي بنشوف الاعصاب مع بعضها وتجمعها مع بعضها لو جينا نبص هنا هنلاقي هنا قد العصب الاول العصب الاول هنا جايلي اللي هو باللون البني ده باللون البني ده جايلي هنا ايه يا شباب هنقول جايلي مساحة يا مصطر منبص من المسكة الافقي هنلاقيه جايلي هنا مساحة طيب والعصب الاخر اللي هو موجود باللون الاحمر فوقه كده ما نشوفه مع بعض طيب هو موجود فوقه هنا باللون الايه باللون الاحمر اللي هو موجود عندي في المسكة الرأسي عندي باللون الايه الاحمر موجود مساحة يبقى ازا العصب هيظهر لي هنا مساحة زي ما احنا شايفين في المسكة الافقي وظهر لي هنا سنك اللي هو سنكه 12 هنا عشان نخلي بالنا الأمور ما تختلطش على بعضها لما جي أرثم الرسم وننتقل إلى الجزء الآخر اللي هو العصب اللي موجود عندي من أعلى والعصب اللي موجود عندي من أعلى دي اللي هو الأحمر اللي ماسك لتنم مع بعض أيضا موجودة هنقول يا مصدر في المسكة الرأسي مساحة زي ما احنا شايفين وفي المسكة الأفقي السنكي يبقى يظهر لي هنا سنكة على أساس أن العصب بيظهر مساحة في مسكة وسمك فين في مسكتين وبكده يبقى احنا بابتدينا نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندنا تعالوا بقى ازاي نعرف نستنتج المسكة الثالث اللي عندي بطريقة ثالثة وبطريقة زريفة بحيث ان كل ابناءنا الطلاب يقدروا يعرفوا ازاي بنستنتج المسكة الثالثة بقى انا حددت الاول اكبر حاجة هنا كان عندي اللي هي هقولنا قطر الاستوانة الكبيرة اللي هي الستين يبقى اذا انا باخد قطر الاستوانة الستين وطبعا خدنا الاحداثيات ديا علشان نسهل لابناءنا الطلاب اللي ما بيعرفوش او ما عندهمش خبرة في استنتج المسكة الثالث يعرفوا ازاي عملية الاستنتاج بتبدأ يبقى احنا جينا من هنا كده حددنا الليفل او الطول بتاع اللي هو الستين وهنيجي هنا نحدد ايضا نطلع عن طريق الانعكاس وحددنا ايضا الارتفاع اللي بيكون موجود عندي هنا ايضا في الرسمة وبنمشي بيها يبقى احنا كده حددنا الايه من خلال على اساس ان احنا قلنا ان ارتفاع الرأسي هو نفسه ارتفاع الار الجانبي وطبعا ارتفاع الافقي هو نفسه طول الجانبي زي ما احنا حددنا طب تعالوا نكتب الطول احنا قلنا اكبر حاجة هنا هو قطر الدايرة اللي هو الستين يبقى جيني هنا ستين وارتفاع الدايرة اللي هو هنا كام اللي هو 60 أيضا على أساس أن الارتفاع ده 60 يبقى إذن أبعاد المسكة الجانبي كام في كام هنقول يا مستر 60 في 60 طيب تعالوا هنا نستنتج بقى أو نحدد الأول في هنا سنتر في المسكة الأفق ويبقى إحنا لازم نحدد السنتر في المسكة الجانبي أيضا طلعنا من السنتر إنعكاس طلعنا في الجزء اللي عندي والسنتر طبعا أنه بيقسم المسكة الجانبي عندي إلى قسمين زي ما إحنا شايفين قسمين عشان نقدر من خلالهم نستنتج المسكت بكل سهولة وبكل يصف طيب تعالوا نبتدي بالاستوانات اللي بيكون موجودة عندي الاثلspeكت الرقم 1 اللي هي هنا باللون الاحمر هنقول يا ميستر الاستوانا رقم 1 هي كترها 60 موجودة هنا دائرة وموجودة هنا مستطيل يبقى هجي لي هنا يا شباب هنقول مستطيل وهي اكبر حاجة في المسكت اللي بيكون موجودة عندي هنا يبقى دي الاسطوانا رقم 1 اللي عندي يبقى ظهر لي هنا دائرة ظهر لي هنا مستطيل يبقى جات لي هنا ايه هنقول مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود امامي. ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين اللي هي باللون الازرق هنا وزي ما احنا شرحناها قبل كده وقلناها على المنظور الهندسي ان هي موجودة هنا دائرة موجودة هنا اه نقط مستطيل نقط يبقى هنحدد الطول بتاعها زي ما احنا شوفنا وزي ما بنحدد عن طريق الانعكاس وهنطلع بالطول بتاعها. تبليه احنا طلعنا نقط بطول المسكت هنقول لي انها موجودة في المسكت الرأسي بطول المسكت بالشكل اللي بيكون موجود امامي. يبقى احنا كده جبنا الاستوانة رقم واحد ثانيا جبنا الاستوانة رقم اتنين وحددنا المحور اللي بيكون موجودة عندي. دي ظهر لانها في المقدمة اللي بيكون موجودة عندي وهي اكبر حاجة في المسكت فعلشان كده عملناها. ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين اللي هي موجودة انا مش شايفة ايضا طيب ننتقل الى الجزء الازرق اللي احنا قلنا عليه اه اه الحدوة او الشكل الازرق اللي احنا شفنا ده تعالوا نستنتج الجزء بتاعها بالراحة لانه هو المسكت الجانبي سهل بس معظم الخطوط عندي بيكون متدخلة لذلك كان من الضروري ان احنا نلون كل جزء بنستنتجه بلون مختلف عشان الطلبة تشعر بالتفرقة بين كل اجزاء المسكت الجانبي طيب تعالوا نبصوا هنا هنلاقي الطول بتاعي اربعين يبقى احنا طلعنا بالطول هنا اربعين اللي حددنا الانعكاس اللي بيكون موجود عندي وهنطلع بي ادي هنقول يا مصدر هنطلع بيه من هنا اربعين هو وطلعنا بيه طب هل طلعنا بيه بطول المسكت هنقول لا لانه هو موجود هنا على بعد ايه على بعد خمسة وتلاتين يبقى ايزا احنا طلعنا من هنا بنفس الليفل بتاعي اللي هو اربعين يبقى طلعنا منه عن طريق الانعكاس اربعين ونطلع الارتفاع التفاع هو المسكت الرأسي هو المراية الأخرى بتاعته اللي هي بتحددلي إزاي بطلع لو هو طالع بطول المسكت يبقى أنا هطلع بها بطول المسكت إنما هو جايلي على بعد أو ارتفاع كام 35 فحددناه هنا على بعد كام 35 ننتقل إلى الاستوانة رقم 2 اللي هي نصف الدائرة رقم 2 بالشكل اللي بيكون موجود أمامي طيب هنا كام هنقولك زي ما إحنا شايفين اللي إحنا قلناها قبل كده 18 أو 11 على حسب 18 اللي هي بيكون موجودة عندي طيب إيبقى هنطلع بيها أيضا حددنا الارتفاع بتاعها وطلعنا عن طريق الإنعكاسات وطلعنا بيها أيضا تبليئ إحنا ما عملناش نقطة ليه هنقول يا مستر لإننا باصص من اليمة الجانبية فهنشايف الجزء ده وشايف الجزء ده وطلعنا بنفس النظام قدي الجزء ده واد الجزء ده على ارتفاع قد إيه هنقول الارتفاع كام؟ ارتفاع 35 مش بطول المسك يبقى احنا كده حددنا الجزء ده اللي هو الشكل الحدوة أو الشكل المستدير ده اللي هو ما كانوا هنا على بعد ارتفاع 35 حددناه هنا إيه بالشكل اللي بيكون موجود أمامي تيجي ننتقل بقى إلى جزء آخر وهو إزاي بس تنتج الجزء المستدير الآخر أو الدائرة الأخرى اللي هي موجودة هنا اللي هي موجودة منها 2 بس هنقول لابد الأول أننا نحدد مكاننا اللي هو باللون الأحمر اللي موجودة هنا الارتفاع كله كام؟ أو هنا كام؟ 32 يبقى انا هطلع عن طريق الانعكاسات نركز بقى مع بعض تاني طلعت عن طريق الانعكاسات بالمحاور الحمرة دي كده وطلعنا الانعكاسات المسافة دي قدي هنقول 32 طب هنطلع بيها قدي هنقول يا مستر من بداية اللي موجودة في المسكت الرأسي حتى نهايتها يبقى انا جيت من هنا شوف انا حددتها هو بدايتها ونهايتها وما جيت هنا رسمتها يبقى هي مش بدأة من أول المسكت لأنها هنا مش موجودة منين من بداية المسكت ولاحظوا ان انا عاملة بلون مختلف ايضا علشان ما يحصلش ايه اختفاء في الرسمة اللي بيكون موجودة عندي ويحصل تهالهل في الزاكرة ليه لان الجزء ده بيبقى مترابط مع ده فبيبقى كل حاجة تبقى قدامي واضحة طيب تعال نشوف كده انا نشوفنا الجزء الكبير اللي بيكون موجود عندي اللي هو كان 32 ايضا في 32 طيب ننتقل الى الاستوانة رقم ايه الاستوانة رقم اتنين اللي هي بالشكل اللي بيكون موجود امامي طيب هتظهر زي هنقول يا مصدر ما هتمشي كده ايضا بس قبل ما تمشي لازم نعمل الاول نعمل المحور اللي بيكون موجود عشان نحدده يبقى هنا عامل رفنا الارتفاع اللي بيكون موجود عندهم دي كده بارتفاعها وده المحور طيب ننتقل الى السنك ده كده او الجزء ده اللي هو يعتبر زي الافيز اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا اهو حددنا طيب إحنا حددنا نقط إزاي اللي هو الفراغ اللي بيكون موجود عندي يبقى إزا الجزء ده زي ما إحنا قلنا قبل كده قلنا 32 وده 11 وده 11 يبقى كام 22 يبقى الفراغ اللي إحنا لسه شرحينه وقلنا ده 10 يبقى أنا جيت من هنا خدت خمسة وجيت من هنا خدت خمسة لو أنا ما بعرفش استنتج عن طريق الزاوية 45 وطلعت بيها خطوط مختفية طيب هنقول خطوط مختفية لإلى إن أنا باصص من هنا في باصص من خلف المسكة الرأسي وبالتالي إيه أنا أنا مش هشوف إيه مش هشوف كل من الجزء اللي عندي ده لذلك أنا عملته نقط اللي هي السمك اللي موجود عندي 10 وموجود إيه بنهاية الرسم اللي عندي طيب ننتقل إلى جزء آخر آآ أيضا وهو الاستوانة رقم 2 اللي هو بالشكل اللي موجود أمامي وطبعا الاستوانة رقم 2 اللي هي قلنا هتظهر هنا دائرة آآ وهتظهر هنا مستطيل في الفراغين يبقى هجيلي هنا مستطيل زي ما احنا شوفنا حددنا الطول يبقى الاستوانة جات لهيا في الجزءين ده طب هنقول ما جاتش في الفراغ ده ليه لأن الفراغ ده موجود وخلي بالنا الفراغ ده لسه هنكمله موجود من أول المسكة لآخره لأنه هو قاطع في المسكة بطوله كله لسه هنكمله دلوقتي بعدما نخلص الجزء الآخر ده يبقى احنا حددنا كده الجزء الأحمر ده بتاع الجزء المستدير الأحمر اللي بيكون موجود عندي أو القطع الحمر دي جينا بنفس الارتفاع اللي هنا خمسة وتلاتين وطلعنا من المحور عن طريق الانعكاس يبقى هنا ستاشر وهنا ستاشر وما طلعش من بداية المسكة لأ ده أنا حددت طول من خلال الارتفاع اللي موجود في المسكة الرأسي انتقلنا إلى الفراغ الفراغ هنا موجود ايه هنقول موجود عشرة يبقى جينا هنا عشرة عملنا الاستوانة رقم واحد زي ما احنا شوفنا رقم اتنين عملنا الاستوانة جات لي هنا نقط وجات لي هنا نقط في الجزئين اللي موجودين عندي فقط طيب ننتقل إلى الاعصاب وطبعا المفروض ان احنا نبقى عارفين اسقاط الاعصاب بيبقى سهل جدا لان احنا عرفنا هنقول العصب بيظهر مساحة في مسكة وسمك في مسكتين طب تعالوا ننتقل للعصب الاولان اللي هو موجود امامي هنا العصب ده هنقول ايه هنقول يا مصر العصب ده مساحة هنا وموجود هنا باللون الاسود سمك يبقى هيطلع لي هنا ايه سمك طب طالعلي سمك منين اللي هو ظاهر لان انا بصيت من هنا من الجهة الجانبية فانا شفت العصب بس شفت سمك اللي هو باللون الاسمر اللي بيكون موجود امامي طيب هل هو موجود باللون الاسمر ده هو موجود لحد الجزء ده ماسك من الاستوانة الكبيرة للاستوانة الصغيرة بس لا هنقول له ده نازل لحد ما يلتقم مع العصب الاخر ولكن هو نازل الجزء ده بيبقى ظاهر والجزء الاخر اما نيجي نعمل العصب التاني هنبتدي نلحمه مع بعض عشان نشوف الجزء اللي عندي. يبقى ازا العصب ظهر لي هنا من اول هنا ايه ظاهر? ننتقل الى العصب الاخر وهو جايلي هنا مساحة وجايلي هنا سمك زي ما احنا شايفين. يبقى هنيجي بنفس السمك دي ماسك ايضا من اول الاستوانة الكبيرة لحد الجزء اللي بيكون موجودة عندي. يبقى انا حددته ومشيت بالسمك بتاعي من هنا لهنا. وحددناه ماسكلي هو من اول الاستوانة لحد الحدوة اللي موجودة عندي باللون لا زرق. طيب هنقول هو مسك لحد هنا هنقول لا يا مستر ده هو موجود جوا حتى يتقاطع مع العصب الاخر. والاتنين بيتقاطعوا مع بعض ولكن يتقاطعوا بخطوط مخفية زي ما هنشوفه كده. نزلنا بالخطوط هنا ونزلنا هنا يبقى شوفنا من اول الاعصاب اللي هو العصب رقم واحد. جالي هنا سمك ونزل هنا لحد الحدوة. وبعدها نزلي فيه نزلي مخفي لحد ما يتقاطع مع الايه? مع الاستوانة مع العصب الاخر اللي هو موجود اسفل اللي هو يعني ده. طيب فاضل الجزء اللي هو الفراغ. طب الفراغ ده عشرة. يبقى انا منما جيه هنا لو انا انا نبص. هنلاقي الفراغ هنا عشرة. اصيب من هنا خمسة. ومن هنا خمسة. وانزل به بطوله المسكة ولكن آآآ السمك بتاع العصب اللي بيكون موجود عندي عشرة فامداري عليه ولكن بقيته اللي هو مش ملتحم مع العصب. او مش متطابق مع العصب نازل تحت هوه نسك اللي يكون موجودة عني. وده يبقى ايه استنتاج المسكة التالت عملناه بالتفصيل وزي ما احنا شفنا الرسمة او الشكل اللي بيكون موجود امامي اه عملية اه استنتاج المسكة التالت بكل سهولة وبكل ايه يسر. طيب اه لما نيجي بقى ننتقل الى جزء اخر ونقول عملية القطاع. ما هو القطاع? احنا اتفعنا قبل كده وقلنا الابنان الطالبة والطالبات ان القطاع هو ايه? الغرض منه اظهار الاجزاء المختفية او هو قطع في الحرقات او قطع في القطع الميكانيكية والاجزاء التي لها سمكة على مدى مرمى بصرنا. سواء كانت قطع ميكانيكية سواء كانت قطع خشبية سواء كان اي حاجة اول ما اول سواء كان قطاع في ضغط ترددي او ضغط دوراني او اي قطع تبردية يبقى القطاع الغرض منه ان انا بقطع في الاجزاء ديا علشان اظهر الحاجات المختفية اللي بيكون موجودة عندي. بس زي ما احنا قلنا للطالبة. علشان اعمل عملية قطاع لازم اه راعي ولازم ايبقى في حزباني ان لازم خطوط التهشير تكون بزاوية خمسة واربعين درجة. اه خطوط التهشير بتكون اخف من خطوط المسكت. ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير حتى لو كانت نقط. يعني لو في اي نقط بتكون موجودة عندي ايضا ما بتقطعش خطوط التهشير اللي بيكون موجودة عندي. علشان نقدر نحصل على القطاع بكل سلاسة وبكل يسر. ونعرف من خلال عملية القطاع هنا اه ازاي ازاي الكزء اللي عندي او القطع الميكانيكية بتكون شكلها ازاي بعد ما عملتلي عملية القطاع اللي عندي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف التمرين اللي احنا اخدناه ونعرف من خلاله ازاي بعمل عملية القطاع في كل من المساقط اللي هو طالبها مني. طيب نشوف مع بعض كده هنلاقي هنا المساقط او قطاع افكي قال لي ايه لما نيجي نبص او قطاع احدد كده او قطاع افكي عند ايه ايه وحددت انا هو يبقى ازا اه قطاع رأسي عفوا. طيب ايه اللي هنرفني قطاع رأسي هنقول برفع عليكو. ايه? لان هنقول السهم متجه الى اعلى الى المساقط الرأسي. يبقى معنى كده ان الحد القاطع هيبقى موجود في المساقط الافكي او المنشار بمعنى اصح هيمشي في المساقط الافكي وخطوط التأشير هتظهر لي فين يا شباب هتظهر لي في المساقط الايه في المساقط الرأسي. طب تعالوا مع بعض كده بالراحة بيقول لي نقطع نصف الرسمة اللي هو القطع الميكانيكية اللي موجودة امامي ديا وهنشوف ايه بعد عملية القطاع. طب انا جت قطعت من هنا كده. انا ماشا يعني انا قطعت في النص ده كده ورميت النص ده. قطعت في النص الاولاني ده ورميت. ايه اللي هيحصل يا شباب? هنقول يا مستر اول حاجة طبعا قريدي الجزء ده ظاهر فاذا هو كده كده مش هيطرق عليه تغيير كتير. ليه? لانه هو ظاهر اساسا. كل اللي فيها ان الجزء اللي هو برا اللي معها الاستوانة ده هيتمسح وهتبقى الاستوانة ليه? لانه يبقى ملحوم معها من الجهة الاخرى. طيب هل الاستوانة الداخلية دي انا هتظهر بعد عملنا عملية القطاع هنقول نعم هتظهر الاستوانة الداخلية لانه هيبقى مكشوفة امامنا فهتظهر اللي بيكون موجودة عندي. طيب تعالوا كده نشوف بعد عملية القطاع ايه اللي هيحصل. ادي شكل ايه الايزوبترك اللي بيكون موجودة عندي. طيب تعالوا تشوفوا عملية القطاع. ايه اللي حصل هنا? كان الشكل العادي عندي جاي بالشكل ده كده. لما عملت له عملية قطاع وقطعت المنتصف بتاعه وشوفنا الشكل عامل ازاي. هنلاقي اللي احنا قلنا باقي القطعة الميكانيكية ملتحمة مع الاستوانة اللي هي باللون ده مختلف كده. طبعا دي مش هيحصل فيها عملية تهشير لان اساسا دي فراغ. تعالوا نبص هنا هي ماشية فراغ لحاد نهاية الاستوانة رقم اتنين من الجهة اليسرى اللي هي من هنا. يبا ازا ده هيظهر كل الكلام ده هيظهر ولكن عملية التهشير هتبتدي من اين? من السنك اللي هو نهاية الاستوانة رقم اتنين اللي بيكون موجودة عندي اللي هنا. لذلك اللي هو باللون البني ده هو ده الجزء اللي هيمشي فيه عملية التهشير فقط. طب هنمشي كده مع بعض. طب هنقول يا مستر طب احنا مشينا في العصب. طب العصب ما بيتهشرش ليه ما احنا هنقول تاني هنقول ان العصب ازا كان القطع موازي للعصب فان العصب لا يهشري. وبالتالي هنا انماشي موازي للعصب فالعصب هنا مش ايه مش هيحصل له عملية التهشير. او بمعنى اصح ان ما بهشرش في المساحة ابدا عملية التهشير بتكون في السمك فقط. طيب ازا هنلاقي الايه والجزء ده هيلا يحصل له باللون اللي زرق. اطاعنا فيه نهايته من اول هنا. الاسطوانة رقم اتنين. طب ده برضو هنقول ده هيظهر عندي زي ما احنا شايفين بس هيكون ايه فراغ. طب تعالوا نظهر كده الاجزاء اللي بيكون موجودة عندي. اه شوفنا الشكل بقى حصله ايه. ان الجزء اللي هو ما حصلوش اي تغيير ومشي من الفراغ عندي ظهر من اول هنا لحد هنا. ولكن هنمشي لحد هنا ايضا وهتبتدي عملية القطاع من الجزء ده. طب لما تبتدي عملية القطاع من الجزء ده هنلاقي الجزء ده اللي هو موجود عندي هو ده اللي هيحصل فيه عملية تهشير فقط. على اعتبار ان ما فيش خطوط بتقطع خطوط الايه? ايه التهشير بالشكل اللي بيكون موجود عندي? طب تعالوا نشوف عملية القطاع اه شوفنا الشكل احساسي. اولناك عشان يبقى وصيلة توضيحية للطالب بس يتبقى عملية القطاع ملموسة بالنسبة للطلاب. ادي الجزء اللي احنا قلنا عليه مش هيحصل له عملية تهشير ولكن الاستوانة ظهرت قدام هنا. ننتقل الجزء الاخر اللي هو حصل له عملية تهشير هنا اللي هو الجزء ده بالتهشير وخطوط التهشير بيكون بزاوية خمسة واربعين. طيب العصب احنا قلنا العصب لا يهشر ايه ازا كان القطع موازل العصب. طيب ابتدت التهشير من هنا والجزء الباقي ده هنقول الجزء الباقي ده ايه فراغ. يبقى بديا عملية استنتاج المسكة التالت ويبقى بكده احنا اه خدنا تمريم مهم جدا. هذا التمريم من خلاله عرفنا ازاي نعرف عملية استنتاج المسكة التالت. ازاي نعرف عملية اه اه التهشير بطرق مختلف. هنبتدي نخش على تمرين اخر. التمرين الاخر وهو ايه استنتاج المسكة التالت ما عمل قطاع ايضا في تمرين اخر من واقع الكتاب المدرسي اللي بيكون موجود عندي. ننتقل الى التمرين وهنشوف هنا التمرين بيقول ايه. اه تمرين على استنتاج المسكة التالت اه بيقول لي ارسم بمقياس رسم واحد الى واحد. مسكة ركسي قطاع عند المحور بي بي. مسكة جانبي كامل. مسكة اوفقي قطاع عند المحور ايه ايه. طيب تعالوا نشوف هنا. ادي شكل الرسمة او التمرين اللي موجود عندنا في الكتاب المدرسي. من خلال التمرين ده تعالوا نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي ونقول له اوه هنا طلب مني ايه طلب مني قطاعين عشان نخلي بالنا. طيب تعالوا نشوف كده عملية التحليل الاول كده. احنا رسمنا الايزومترك او المنصور الهندسي. تعالوا نبصوا كده من المسكة الرأسي انا شايف الجزء الكبير ده اللي هو شكله حرف الستة كده او اللي اتنين بيكون موجودة عندي هنا اللي هي موجودة باللون الاخضر هنا ده. دي اللي موجودة هنا موجودة عندي. طب انا ما جيت ابص من المسكة الافقي. انا شايفها شايفها مستطيل اللي هي موجودة عندي في المسكة الافقي. طب فيه من اليمن الجهة الاخرى من القطع الميكانيكية استوانطين استوانة كبيرة واستوانة صغيرة. طب ايه اللي عرفني يا مستر ان استوانة كبيرة واستوانة صغيرة. هقولك ان الاستوانة الكبيرة اللي هي هنا بس انا مش شايفة لان انا باصص من فوق فهي جاية لنقطة ومحملة عليها الجزء ده. يبقى هي من خلال ملتحمة مع الجزء اللي هو موجود بالاخدر اللي هو موجود هنا كده ومحملة عليه ونفس الارتفاع بتاعه. يعني هي ما بتزيدش عنه. هي موجودة بنهايته. يبقى هي بداية مع بدايته ومع نهايته زي ما احنا شايفين هنا. طيب الاستوانة رقم اتنين اللي هي زهرة هنا اللي هي موجودة عندي من فوق. زهرة لي هنا مستطيل ايضا. ننتقل الى الاستوانة اللي هي باللون الاصفر اللي بيكون موجودة عندي. انا باصص من المسكة الافقي فانا شايف من الافقي ايه شايف ادي الشكل العام اللي بيكون موجودة عندي هنا ادي الاستوانة اللي هي باللون الاصفر اللي عندي هنا. وانا رقم اتنين اللي موجودة هنا دي اللي هي موجودة هنا عندي. طيب تعالوا نبص من المسكة الرأسية هنشوف ايه هنشوف من هنا مستطيل زي ما احنا شايفين وهنشوف ايضا الاستوانة طبعا مستطيل في التمرين اللي قبل كده. ننتقل الى العصابين ووزن ان العصابين اللي بيكونوا موجودين عندي او الاعصاب اللي موجودة في الرسمة ما بتختلفش نهائيا عن الرسمة اللي فاتت ايضا لانه هو عصب مساحة في المسكة الرأسي اللي هو باللون الاحمر هنا كده ماسك من اول القاعدة او الجزء الكبير ده كده الى الاستوانات وماسكة من اول هنا كده وظهر لي طبعا في المستوى الافك والصمك يبقى هيجيلي هنا صمك. ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين او العصاب رقم اتنين عفوا اللي هو موجود هنا مساحة اللي هو باللون الرمادي ده موجود هنا صمك في المسكة الرأسي بقى هيتوجد فين هيتوجد صمك بس منين من بداية الاستوانة للجزء الاخر هيجيلي بالشكل المسلوب اللي بيكون موجود عندي. اه طيب تعالوا هنا نشوف ازاي نستنتج المسكة التالت اللي بيكون موجودة عندي. ولازم نخلي بالنا ان عملية القطاع هنا او هنا الاستوانة اللي هي باللون البرتقاني دي جاية مع نهاية القطعة او الجزء اللي هو موجود شكل حرف اتنين ده مقلوب كده. عشان نبقى احنا عارفين لان اللي عرفنا هنلاقيها موجودة هنا بنفس الايه بنفس الطول. طيب تعالوا كده نشوف ازاي بنستنتج المسكة الثالث زي ما احنا اتعلمنا. طبعا الزاوية 45 وبداية الرسمة بنحدد ايه بنحدد الايه الابعاد اللي عندي. لازم اخلي بالي من حاجة. اول حاجة ان ابعاد المسكة اللي بيكون موجودة عندي. لازم احددها منين. احنا قلنا على ارتفاع ان طول المسكة الرأسي هو طول المسكة زي ما احنا قلنا طول المسكة الرأسي هو طول المسكة الجانبي. وارتفاع المسكة الافقي هو نفسه ايضا طول المسكة الجانبي. يبقاني بداية الرسمة عندي زي ما احنا قلنا بنحدد الارتفاع بتاع الرأسي هو نفسه ارتفاع الجانبي وطول المسكة الافقي على اساس ان احنا بنحود بالانعكاس عن طريق الزاوية 45 يبقى طول المسكة الاجانبي وزي اللوحة اللي احنا لسه شايفينها قلنا برضو من خلالها ان العصاب موجودة نفس شبيهة بالتمرين الاول اللي بيكون موجود عندي على اساس ان القطعة جاية بشكل كده افقي وموجودة امامي عليها العصب الاخري العصب الاولاني ظاهر لي مساحة في المسكة الافقي هنا وظاهر لي هنا سمك في المسكة الجنبي او المسكة الايه الراسي ولكن هنا العصب الاخر ظاهر لي هنا مساحة في المسكة الرأسي وظاهر لي سمك في كل من المسكة الجانبي والمسكة الايه والمسكة الراسي يبقى لازم نخلي بالنا من عملية تقطع العصاب ومن خلال التمرين ده هيكون كده عرفنا جميع الافكار اللي بيكون موجودة او 90% من الافكار اللي موجودة من واقع الكتاب المدرسي عندنا طيب تعالوا نشوف ازاي بنستنتج المسكة التالت ونعرف من خلاله عملية القطاع في كل من المسكة الرأسي والمسكة الجانبية طيب تعالوا نشوف كده طالب مني هنا ايه ادي المسكة الرأسي زي ما احنا شايفينه ابعاده كم في كم هنقول سبعين في الارتفاع ده كله اللي هو كام هنقول طبعا تمنتاشر ومية زي ما احنا قلنا يبقى مية وتمنتاشر مع نصف الكتر اللي بيكون موجود عندي هنا اللي هو كام تمنتاشر ايضا يبقى مية ستة وتلاتين يبقى الارتفاع عندي مية ستة وتلاتين في مية وسبعين وايضا هنا هنقول طول المسكة الجانبي ايضا مية ستة وتلاتين في كام في خمسة وسبعين طيب احنا عملنا الاحداثي وانا حطط لك المنظور امامي عشان كل قطعا نتشوف شكلها موجود ازاي في الحقيقة اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا ننتقل كده حددنا احنا كده الارتفاع وقلنا هوا وحددنا الارتفاع هنا وطلعنا يبقى احنا طلعنا هنا هنشوف وهنلاقي الطول هنا كام ستة وسبعين على اساس ان نفس الارتفاع زي ما احنا قلنا وهنلاقي هنا كام هنقول يا مستر كام خمسة وسبعين يبقى ايزا ارتفاع او ابعاد المسكة الجانبي خمسة طب ننتقل الى القاعدة الاخرى فيه هنا محور في المنتصف هنقول ايوه يبقى نعمل المحور اللي بيكون موجود في المنتصف عندي في الرسمة ننتقل الى الاجزاء الاولى ايضا لما اجاب بص من الجهة الجانبية ولازم اخلي بالي هل الجزء ده او الاعداء دي موجودة ما هنقول الريدي هي اللي موجودة دي مصطر كبيرة دي اللي هي موجودة هنا ولكن فيه سمك موجود داخلي السمك ده كام يا شباب هنقول السمك ده 13 هل لما اجاب بص من الجهة الجانبية من هنا انا شايف السمك ده اللي هو 13 هنقول لا فهاجي على الارتفاع من بداية المسكة او من اخر ارتفاع المسكت وانزل بي 13 وده بيدلي على سمك بيكون موجود عندي ده ولكن انا مش شايفه وموجود بطول المسكت الجانب طيب ننتقل الى الايه الاستوانة رقم واحد طيب تعالوا نحدد كده الطول بتاعها اللي هي الاستوانة رقم واحد اللي هي بتاعتها 36 طيب هنقول يا مستر موجود نفس شبيهة بالمسكت اللي فات هنا كام هنقول هنا 36 يبقى نخد الطول بتاعها هو نحددنا الارتفاع ونطلع به طيب هنطلع الارتفاع هنقول لا موجود هنا الارتفاع على بعد كام 55 زي ما احنا عملناها يبقى ما طلعتش بطول المسكت ليه لانها مش موجودة عندي هنا بايه بطول المسكت اللي بيكون موجودة عندي يبقى نخلي بالنا من الجزء الاخر او الجزء اللي احنا بنقول عليه ده طيب ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين والاستوانة رقم اتنين اللي هي موجودة باللون اللي اسمر اللي موجودة عندي وموجود الفاي بتاعتها كام 18 يبقى هنطلع من هنا موجودة هنا مستطيل نقط يبقى هنقول يا مستر هتيجي هنا ايضا مستطيل نقط ونحدد الطول بتاعها ايضا موجودة بالشكل اللي بيكون موجود امامي اللي هي موجودة داخليا من هنا بس انا بصص من هنا فانا مش شايفة فحددت الطول بتاعي احنا كده عملنا القطع اللي هي باللون الاخدر دي على حرف اللي مقلوبة او حرف اتنين وجبنا هنا ايه حملناها وعملنا السمك اللي هو مش شايفينه وعملنا الاستوانطين اللي بيكونوا موجودين عندي ننتقل الى الاستوانطين اللي هم موجودين او مخفيين من هنا اللي هي الجزء ده في نهاية المسكة الرأس اللي بيكون موجودة عندي طبعا بالطبيعي انا باصص من هنا بس انا مش هيفهم ولكن ايه المشكلة هنقول يا مصر ان ابعاد الاستوانة دي هي نفس ابعاد الاستوانة الاولانية يعني لو دي فاي 36 يبقى دي فاي 36 لو دي فاي 18 يبقى دي فاي ايضا 18 ومعنى كده ان الاثنين هيزهروا على خط محور واحد ولكن اللي بيختلف بين الاثنين هيبقوا متطابقين في المسكة الجانيبي ولكن إيه اللي هيختلف؟ ارتفاع كل واحدة فيهم هنمتقل إلى الاستوانة هنا يبقى إذن أما نيجي نطلع هنقول ستة وتلاتين يبقى من هنا تمنتاشر ومن هنا تمنتاشر بس هنطلع بها لحد الأعداء اللي بيكون موجودة عندي هنا طب هنقول بقيتة يا مصر هنقول بقيتة موجودة فعلا ولكن هي موجودة نفس البعد اللي عندي فالجزء الظهر بيضغي عليها ولكن هي في الحقيقة موجودة نقط بس ايه مضطرفة في نهاية المسكة الرأس طب احن طلعنا بها لحد هنا ليه هنقول لها انها موجودة هنا لحد الجزء اللي موجود عندي طيب ننتقل إلى الجزء الآخر وهو الاستوانة رقم اتنين اللي هي الفايت 18 ديا الاستوانة رقم اتنين ديا اما ليجي نشوف هنا هنقول يا مصر زهرالي هنا دائرة جايلي هنا مستطيل بقيتة جايلي هنا مستطيل ايضا بس هي جاية من بداية المسكة الاخره يبقى جينا من اول هنا من بداية المسكة الاخره وهي موجودة ايضا تحت ولكن عشان نفس الكتر وعلى خط محور واحد فبيبقوا متطابقين زي ما احنا شايفينهم هنا كده يبقى احنا كده عملنا الاستوانات اللي بيكون موجودة عندي فقدر الاعصاب وهنا قلنا العصب الكبير بيظهر لي مساحة زي ما احنا شفنا العصب الكبير زهر لي هنا مساحة وظهر لي هنا ايه سمك بقى هيجي لي هنا سمك اللي هو بسمكه كام اتناشر حددت انا اتناشر وطلعت بيه هنشوفه كده هيبقى ظاهر هنقول ايوة ظاهر اللي هو باللون الازرق ده اللي هو موجود بس ظاهر منين هنقول ظاهر من اول الجزء الكبير اللي هو موجود عندي باللون الاحمر ده لحد الاستوانة اللي هي باللون الاصفر اللي بيكون موجودة عندي هنا وبالتالي احنا هنا حددنا هنا ايه بن اول اللون الاصفر زي ما احنا شايفين طيب تعال ننزل نزلنا بسمك طب هو مش بظاهر في نهاية المسكة هنقول يا مصدر ظاهر لحد أسفل طب هو ظاهر فين يبقى هنعمله بس يبقى مختفي زي ما احنا وضحناها ان الاستوانة مدارية عليه فظهر لي من أول القعدة لحد هنا ظاهر والباقي العصب ظاهر لي هنا ايه ظاهر لي السمك بس مختفي ننتقل الى العصب الآخر اللي هو بالشكل اللي بيكون موجود عندي وهو العصب الايه اللي موجود هنا موجود هنا مساحة وموجود هنا سمك يبقى هنطلع به سمك زي ما احنا شايفين ماسك من اول الاستوانة من هنا لحد الجزء اللي عندي او نهاية القطع الميكانيكية اللي هو ده طيب انا عملته هنا بالارتفاع 17 هل هو داخل جوه اللي دير هنقول زي ما عملنا في الرسمة السابقة ايضا هيبقى داخل الى ان يتقطع زي ما احنا شايفين مع العصب الاحمر اللي بيكون موجود عندي بس هتبقى الجزء ده ايه نوعات يبقى احنا زي ما احنا شفنا الاجزاء او الاعصاب اللي بيكون موجودة عندي بالشكل ده كده دي بالنسبة للقطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي عرفنا من خلالها ازاي بستنتج المسكة التالت عرفنا ايضا من خلالها ازاي بيحصل عملية قطاع عندي تعالوا ننتقل الى جزء اخر ومن خلال هذا الجزء هو ايه انني بشوف عملية القطاع اللي بيكون موجودة عندي طبعا هو طالب مني ايه طالب مني قطاعين قطاع رأسي وقطاع ايه وقطاع افقي احنا نخلي بالنا مع استنتاج المسكة التالت نخلي بالنا مع استنتاج المسكة التالت ان بيحصل قطاع رأسي وقطاع ايه وقطاع افقي علشان نشوف الاختلاف بين القطاعين اللي بيكونوا موجودين عندي وزي ما احنا قلنا ان عملية القطاع عملية القطاع بتسري عندي نفس القطاع اللي بيكون موجود في اي قطعة ميكانيكية عندي هي نفسها موجود هنا ايضا أو موجودة في الرسمة اللي بيكون موجودة عندنا مع اختلاف الشكل اللي بيكون موجودة عندي وقلنا إن عملية القطاع الغرض منها إظهار الأجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا من خلال التمرين نعرف إزاي نعمل عملية القطاع عندي بطريقة سالسة وبطريقة سهلة أيضا زي ما إحنا تعلمناها نشوف الرسمة اللي بيكون موجودة أمامي وننتقل إلى أدي الشكل العام للأيزومترك اللي بيكون موجودة عندي ودي الشكل اللي عام له كل من المسكت الرأسي والمسكت الأفقي والمسكت الجانبي وطالب مني عملية القطاع طيب تعالوا نشوف طالب مني هين الأول طالب مني قطاع أفقي عنده إيه إيه زي ما إحنا شايفين يبقى إذن لو إحنا جينا نبص وعملية التهشير تعالوا نمشي مع بعض كده ده الشكل اللي عام الأول أنا قلت حتى لو ما كتب ليش الشكل أنا ممكن أعرف عملية القطاع من خلال الأسهم طيب تعالوا نشوف الأسهم هنا اللي بتكون موجودة عندي أو الأسم هنا يبقى عملية القطع حدد هالي اللي هي باللون الأزرع وده الأسم بتشير إلى اتجاه المسكة الأفقي يبقى معنى كده أن المنشار هيمشي لي في المسكة الرأسي وعملية القطاع هتمشي لي فين أو عملية التهشير هتكون فين في المسكة الأفقي طيب تعالوا إحنا قطعنا الجزء ده كده أو جينا في الشكل ده كده وروحنا قطعين نصه الجزء الفؤاني ده وروحنا وغدينه رميينه هل هنشوف إيه هيترق تغيير بالأخضر ده اللي هو موجود عندي ده اللي مداريلي على الإسطوانة هنشيله هنرميه يبقى أصبح الجزء ده كده هنشيله أساسا من الرسمة عندي وهنبتدي نعمل عملية إيه الإسطوانة اللي عندي الداخلية هتبتدي تظهر عندي بالشكل زي ما احنا هنشوف طيب إيبقى إذن أنا لو خدت بالي من الأول وعرفت عملية القطاع أقدر أرسم الرسمة ووفر على نفسي عناء وقت كبير جدا طيب إحنا كده شوف الرسمة اللي بأجودها عندي لما نيجي نقطع الجزء ده كده ايه لا يحصل شوفنا بقى شكل الأيزومترك أصبح إزاي الجزء اللي فوق خالص كله رميناه يعني كان بالشكل ده أقطعنا الجزء ده كده شلناه رميناه أصبح موجود عندي إيه موجود عندي الشكل ده أو شكل المسكة الأفقي عندي زي ما هنيجي نحلل وهلى الرسمة اللي بيكون موجودة عندي بإذن الجزء ده شلناه أصبحت الإسطوانة اللي هي موجودة في الآخر ظهرت يبقى هتظهر هنا بالشكل اللي بيكون موجود أمامي طبعا لسه نعمل لها بعد عملية أما نشرح الرسمة الأول على المسقط طب الاستوانة الداخلية قريدي ظهرة موجودة عندي طب مشينا لحد ما قطعنا في العصب أيضا العصب لإننا قطعت في السمك فإن إيه إذا كان القطع عمودي على العصب فإن العصب يهشر زي ما احنا قلنا زي ما احنا شايفين يبقى إذن هيبقى فيه تهشير بديقلي من هنا كده وماشي لحد اللي استوانة أيضا الأخرى اللي هي باللون الأصور وعملنا لها عملية قطع شكل عنه طب تعالوا شوفوا كده الشكل يبقى أصبح الشكل هنا هنقول يا مستر ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير يبقى أول حاجة هنعمل له الجزء ده هيتمسح والجزء ده هيتمسح والمحور ممكن نشيله وهنلاقي الجزء اللي فوق اللي هو موجود عندي ده هيتمسح أيضا فهيصبح شكل المسكة الأفقي بعد عملية القطاع بالشكل اللي بيكون موجود أمامي هنا كده طيب وخطوط التهشير هتظهر لي في الجزء الداخلي زي ما إحنا شايفين كده ديا عملية القطاع على إيه على المسكة الأفقي اللي بيكون موجودة عندي عند النقطة إيه إيه يبقى يهمني زي ما إحنا شفنا إن ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير خطوط التهشير بتكون بزاوية 45 درجة بتكون أخف من خطوط المسكة عندي حتى لو كانت نقطة لإن في بعض الكواعد تقول لك ممكن لو فيه سنتر موجود مع خط التهشير بنسيبه ولكن هو يفضل إنك تمسح حتى لو خط سنتر أو خط نقط تمسحه خالص على اعتبار إن خط التهشير بيبقى خط واحد زي ما إحنا شفنا وزي ما موجودة عندي على المنظور اللي بيكون موجود أمامي ننتقل إلى الجزء الآخر من عملية القطاع وهو القطاع الأفقي تعالوا نشوف هنا حدد لنا فين قطاع رأسي عفوا حدد لنا فين أهوأل لقطاع رأسي زي ما إحنا شايفين عند بيبي آه أدي الجزء اللي بيكون موجود عندي ودي حددنا هنا البي بي زي ما إحنا شايفين آآ موجود طيب إيه اللي هيحصل هنا هنقول يا مصطر إحنا هنقطع هنا قطاع أفقي يبقى هنقطع الشكل ده كده من فوق زي ما إحنا شايفين بس بدل ما نقطع إحنا إيه هنقطع قطاع رأسي هنقطع كده من المنتصف إحنا كنا في القطاع الأفقي بنقطع الجزء ده كده ونشيله ولكن هنا احنا هنقطع الجزء ده كله من المنتصف وهنشوف ايه طبعا الطبيعي ان الجزء ده ظاهر عندي يبقى اذا ده هيبقى ظاهر زي ما هو ولكن ايه الطبيعي الاقتر ان الاستوانة الداخلية اما جيتها بالصلة من الناحية الرأسية ما كاتش ظاهرة عندي فكانت نقط لا الاستوانة عندي هتصبح ظاهرة زي ما احنا هنشوفها طب هننتقل من هنا هنمشي القطاع في العصب هنقول فيه قطاع في العصب اللي هو باللون الاحمر ده ولكن مش يحدث فيه تهشير ليه لان اذا كان القطع موازي للعصب فان العصب لا يهاشر يبقى اذا بمعنى اصح مفيش تهشير فيه في المساحة بالشكل اللي بيكون موجود عندي يبقى هننتقل الى الاستوانة اللي هي باللون الاصور هنا قطع فيها هنقول يا مصدر هي كده كده موجودة وظهرة ولكن الاستوانة الداخلية هي ايضا موجودة بس كانت نقط لان قبل عملية القطاع انا مش شايفها ولكن بعد عملية القطاع انا شفتها هي بالشكل اللي بيكون موجودة عندها هي وبالتالي هنا ايه هنشوفها طب تعالوا نشوف عملية القطاع في المنظور هتظهر ازاي طب شوفوا كده الشكل اللي عام عندي اه شوفوا الشكل اصبح ازاي كان شكله كده قبل عملية القطاع طب لما جيت عملت عملية قطاع اه شوفوا الشكل قطعنا في الجزء اهو اللي هو الجزء ده كده يبقى ايزا اللي استوانة دي هتظهر يبقى اللي استوانة دي هتظهر لي هنا زي ما احنا شفنا وطبعا هينزل التهشير عندي من اول هنا كده اللي هو باللون اللبني ده هيظهر لي طيب وهل الجزء ده كده عملنا فيه عملية قطاع يا مصر هنقول القطاع او الفراغ فقط هو الذي لا يهشر في الرسمة هنقول ايه الفراغ اللي بيكون موجود عندي هنقول الفراغ موجود في الاستوانة الاولانية موجود في الاستوانة الاولانية بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا وموجود ايضا في الاستوانة التانية وبالتالي هنمسح الخطوط اللي احنا قلنا عليها بالشكل اللي بيكون موجود امامي كده وهنبتدي نعمل عملية التهشير على اعتبار ان ما فيش خطوط بطيقة خطوط التهشير زي ما احنا شايفين ادي الشكل ده كده هو ده الشكل بتاع عملية التهشير اللي بيكون موجودة عندي وبكده يبقى احنا خدنا تمرينين من واقع التمرينين عرفنا عملية استنتاج المساقطة الثالث مع عمل قطاع عرفنا ايضا من خلالهم ازاي بنعمل عملية قطاع متدرجة في المساقطة المختلفة اتمنى من كل ابنائنا الطلاب ان شاء الله انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا على امل ان نلقاكم